الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نون والطلب وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجرون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلوه عظيم فسترصر ويرصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تضع المكذبين ودونه تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بلمين من ناعي للخير معتد أسين عذل بعد ذلك سليم أن كان ذا مال وبنيم إذا كفنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمهم على الخرقون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أرسموا ليصرمنها مستحيل ولا يستثنون فقاف عليها طائق من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصري فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فهم انطلقوا وهم يتخافتون ألا يأخذنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لطالتون بل نحن محرومون قال أرسقهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان رب لا إنا كنا ظالمين فأغفل بعضهم على بعض يتلعوهمون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرى يكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين يعد ربهم جنات النئيم أهل جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بارغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين يوم يرشق وعنساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فضغني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مثيل أم تسألهم أجوان فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيل فهم يكتبون فاصبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الفوت إذ نادا وهو مفهوم لولا تداركه نعمة من ربه لنبدأ بالأراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفرون يزدقونك بأرصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر